موسيقى اليوم واحد تونسي حاطت في الفيسبوك قال شوف الرئيس يحل البرلمان بالفصل الثمانين ولا بفصل الربيع ولا بفصل الخريف مش فارقة معنا المهم ريحنا من يه موقع مسادي مشالة الغابات هو فصل ثمانين مشالة الغابات هو مطابق للفصل بك نا نسوالي ايه نسوالي لك هل 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 بي بكتبقول ان هي شراني بتبقته التسطور هذا خلافي معاها باي اوكي بططع النظر اسمعنا شو شوف عنا مثل في تونس يقول ميطي حرطل كان الكيلو كان الكيلو اوكي الرئيس عنده الجيش الان الجيش طبق التعليمات وسكر البرلمان اظنوا انه عنده أنا أحب أن أثبت معك في نقطة هذه لا لحظة أنا أحب أن أثبت معك في نقطة هذه ظاهرياً اللي إحنا شايفينه أن قادة الجيش دخله معاه في دخله معاه في الانقلاب إذا أنت سميه انقلاب الأمن وعنده الصلاحيات اللي إخذاها لروحه قال أنا باش نحكم مع أنواع هذا بخلاف الدستور فلا إحنا وضحها دي اللي أنه مهم يسر تفرض شوف الجيش يؤطر أنا عديد الجيش معناه واجبي سجم العسكرية ونعرف الجيش وعندي كان الاحترام للجيش ومن الخطير وأنه ندخل الجيش في اللعبة السياسية الجيش يطبق تعليمات القائد الأعلى القوات المسلحة بدون نقاش ولا ترمرهم يجي للعميد متاع الجيش المكلف ولا للرائد ولا مما يقول له بره امشي للبرلمان احرصوا يمشي البرلمان يحرصوا لو كان مش نعطيه للقادة الجيش الامكانية بتأويل أنا هو القرار الصحيح وانا هو القرار الخاطئ وقت ما عدتش دولة الجيش يطبق تعليمات وخلي الجيش بعيد عشخويا الجيش مقامش منتقليع بعسكري لأنه لم لناه جنرال على رأس الدولة لكن الخطأ هو خطأ سياسي ونحن نناقشه كسياسيين ومشكور المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية قادت على الحياة احنا الموضوع بيننا احنا نحسموه نهارة اللي نجم ونلقاه آلية سياسية بش نفذ القرار على رئيس الجمهورية فأهلا وسهلا لما رئيس الجمهورية في قد معناه هو في رض القرار هو قرار سياد وليس للجيش أن يتدخل في تأوين بالله لحظة بالله رد عليك بالله رد يا سي عياذ يا سي عياذ لحظة لحظة نحب نرجع على سي عبدالرزاق في موضوع الجيش لكن بالله سي عبدالرزاق عليك معي نحب الرد على سي عياذ نحبك تسمع هذا الرد من رئيس هيئة الأركان الأمريكية على كلامك لأن كلامك سمحني يعني مع احترامي ليك أقبل يعني الخلاف هو رأيه هو رأيه أنا رأيه أنك أنت قلت كلام يجب أن لا يعمل به أي عسكري تونس يسمعنا أي عسكري يجب عليه أن يخضع للقانون أن يخضع للقانون وليس للرئيس قيس سعيد ولا للغنوشي العسكري يخضع للقانون سمحني يسمع الكلام هدايا من رئيس أركان أقوى جيش في العالم حاليا لحظة بس خليه الإعلان يفوت لا يسألش لأن هذا مهم للضباط الجيش التونسي اليوم ولرئيس هيئة الأركان هذا وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي قد أكد أن ولا أفراد الجيش هو للدستوري الأمريكي وليس لملك أو طاغية على حسب ما جاء في تصريح نحن فريدون بين الجيوش نحن لا نقسم يمين الولاء لملك أو ملكة أو طاغية أو ديكتاتور نحن لا نقسم على الولاء لفرد أو بلد أو قبيلة أو دين نحن نقسم على الدستور وكل جندي وبحار وطيار ومشاة بحرية وخفر سواحل كل منا سيحمي ويدافع عن تلك الوثيقة بغض النظر عن الثمن الشخصي هذا الكلام سي سي عياذ الرئيس الأركان هذا مش اللي أنا في تونس لا 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 رئيس الأركان رئيس الأركان ما هوش موظف عند قيس سعيد نهائيا ولا عند أي تونسي أو تونسية ليست هذه عقيدة الجيش أنا 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 أسمح لي أسمح لي نحترم رائعك أنا نحترم رائعك دخليني أنا نقول لرئيس الأركان إذا يسمع البث المباشر أو يشوف الإعادة متاع البرنامج أو يشوف يشوف في اليوتيوب اقسم لك بالله يا رئيس الأركان التونسي لا يجوز لك قانونا ولا شرعا ولا مرؤة أن تسمع كلام قيس سعيد فيما يخالف الدستور والقانون وإن فعلت فإنك معرض للمسائل القضائية في الوقت الذي يكون بوسع للشعب التونسي أن يمارس حقوقه في الرقابة على الأجهزة الدولة بما فيها الجيش أنت تقسم على حماية الوطن والدستور والقانون تحمي الوطن عن طريق القانون مش بمزاجك وبكيفك تحمي الوطن لأنه ثم القانون يوريك كيف تحميه فإذا قال لك رئيس الجمهورية أغلق البرلمان وأنت تعرف أن هذا ضد القانون لا يجوز لك أن تغلقه واسمع من رئيس أركان أقوى جيش في العالم الذي عنده أقوى ترسانة نووية في العالم يعني ليس لحبة أنه ينتقبل هاشم الحامدي ولا عياض اللومي ولا سعبد الرزاق رئيس الجمهورية يبايت يرقد الصباح يقول ليس هكذا وأنا أحب نفهم يعني السادة المسؤولين في الجيش التونسي رك مواطنين كيفنا وإذا خرقتم القانون تحاسبون وإذا تورطتم في الاعتداء على حقوق الشعب التونسي في الحرية وديمقراطية واختيار حكامه ومحاسبتهم فستحاسبون أول ما الشعب التونسي يكون قادر على ممارس سلطة في المحاسبة سيحاسبكم وتحلون للقضاء وإذا لم يقدر الشعب التونسي الآن في حياتكم أمانكم يوم القيامة ما في حاجة تفوت يوم القيامة ربنا قال فمن يعمل مثقالة ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقالة ذرة شرا يره وقال أحصاه الله ونسوه فأنا نحب فهم رئيس الأركان وبالله عياذ كان شفته ولا تعرف شكون من قاربه بالله يبلغ وقل له محمد هاشمي الحامدي قال لك احترم القانون والدستور ولا تطبق أي تعليمات تخالف القانون والدستور قالها قيس سعيد ولا قالها الغنوشي ولا قالها كائنة من كان لكن توان نرجع لدكورة عبد الرزاق نعم عندي حتى نرى آخر تفضل سي عبد الرزاق أولا الساعة أنا أؤيد أؤيد صيدي الكريم أؤيد أخي وصديقي عياذ اللومي في التأكيد على أن الشأن تونسي تونسي وأنه لا يهمني إن كان هناك من يؤيد ما حدث في تونس من الخارج فلان أو علان أو فلان ما يهمني هو التأييد الشعبي في تونس لما حدث في تونس أنا أشوف الشوارع في تونس غصطت بالنسوة وبالرجال الذين يزغردون والذين يهللون لما أفعل قيس السعيد لكن لا أهتم بما صدر عن ألمانيا وعن السعودية أو عن الإمارات أو عن الكويت هذا من ناحية من ناحية ثانية أنا أؤكد كلام السيد عياد اللومي الجيش التونسي على الحياد الأمن التونسي على الحياد رئيس الجمهورية باعتباره القاعد الأعلى للقوات المسلحة ينجم يعطي الأوامر بالدستور بالحق الدستور يعطي الأوامر والجيش يطبق ولا يناقش القرار وليس من حقنا أن ندعو الجيش التونسي إلى العصيان عصيان أوامر القاعد الأعلى القوات المسلحة وقتها تكون الدولة قد انفرط عقدها تقول لي أنت أعطي جيش في العالم يعني هل استشارى رئيس الجمهورية الأمريكية استشارى الجيش وقادة الجيش عندما حولهم إلى العراق لتدميرها أو إلى أفغانستان أو إلى أي مكان من العالم لقتل النساء والأطفال هل الجيش الأمريكي ناقش هذا كان دستوريا أو غير دستوريا أن طبق الأوامر دعنا من هذا سيد الهاشمي هذا كلام خطير وكلام غير مقبول وغير منطقي ولا معقول بالنسبة الآن لما حدث في تونس أنا قلت أن ما حدث نعتبره انتقال من وضعية عدمية من وضعية اختقاء ومن وضعية تعلق بلوكاج لا يمكن الخروج منها إلا بعلامة قف وعلامة قف جات في هذه الأوامر عن طريق الفصل الثمانين حتى وين اختلفنا في التأويل له لكن ما يطمئنه أننا ما زلنا نعمل تحت مظلة الدستور وأن هذه الإجراءات هي استثنائية لمدة شهر في أقصى الحالات الدستور يسمح بتمديدها لشهر آخر ثم نعود إلى الحياة المؤسستية القائمة على الديمقراطية وعلى الخوار ذلك ما نتمناه ذلك ما ندعمه وإن حدث العكس إن تحول الأمر إلى ديكتاتورية دائمة فنحن سنكون ضد الدكتاتورية مع الديمقراطية مع الحريات مع حياة ديمقراطية غير شكلانية وإنما مضمونية قائمة على ديمقراطية الاقتصاد وعلى اشتراكية في الجسم أمس سيعد رزاق نقابة الأمن الداخلي في تونس قالت الذي يريد مننا أن نقمع المواطنين يعطينا مكتوب ويقول لنا أقمع المواطنين حتى يكون لما نتقاضى بعدين ولا حد يشكي بينا عنا مكتوب نمش نحن نقبلوه ولا نرفضوه يعني لو أنا رئيس الأركان في تونس وجاني رئيس الجمهورية وقال لي اطلق النار على المتظاهرين أمام البرلمان هل نسمع كلامه؟ هل هي انت حكيت لي على جيش الأمريكي الجيش الأمريكي هناك آلية في الدستور لاتخاذ قرار الحرب الرئيس عنده حق في اتخاذ قرار الحرب ومن يتخذ قرار الحرب؟ شوش الرئيس الجمهورية الرئيس الجمهورية وهل يناقش الجندي رأي رئيس الجمهورية؟ أنا قلت لك أي حاجة في إطار القانون أي حاجة في إطار القانون ونحن لكن هذا هو الموضوع لو قال الرئيس ترامب تعامل مع جيش التونسي في إطار القانون لو قال الرئيس ترامب ولم يطلب منه حظ الأرواح طلب منه طلباً واضحاً أنا أسمعت كلامك سيد عبد الرزاق أنا أحبت أن أقول لك الرئيس ترامب وقتها هدد بعدم الاعتراف بالانتخابات وبالبقاء في الحكم كلام رئيس الأركان اللي أنا جبته وجبته عن فيديو من إخوان في قناة الجزيرة يعني حقوق معلومة لكن لأنه نصك مترجم برك الله فيكم والترجمة والفيديو من قناة الجزيرة الكلام هذا كان على البقاء في الحكم الانفراد بالحكم أن ترامب قال ما نعترفش بالانتخابات كان هناك تهديد بعدم الاعتراف بالنتاج للانتخابات وعدم تسليم الحكم للرئيس الجديد فقال رئيس الأركان نحن لا نوالي طاغية ولا حاكم ولا ملك ولا مش عارف مين نحن عندنا الدستور نحميه القانون فهذا رئيس لأنه عودته وين بات لا لحظة الآن الرئيس الآن الرئيس قال أنا سأنفرد بالسلطة التنفيذية وهو انتخب على أساس دستور يمنعه من ذلك رئيس الجمهورية يعرف هو استاذ رئيس الجمهورية في عهدته يا صديقي مش كيف كيف رئيس الجمهورية في عهدته التي رئيس الجمهورية في عهدته التي اسمعني سعد رزاق رئيس الجمهورية أنا وياهت نفسنا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أنا شاركت في الانتخابات الرئاسية لما ترشحنا أنا وهو والأربع وعشرين مرشح الآخرين نعرفه الدستور جنيه الصلاحيات اللي يعطيها لنا ليس منها واسعياض اللوم يعرف أحدها تتعرف ليس منها على الإطلاق رياسة الحكومة وليس السلطة التنفيذية والقضاية والله العظيم ليس منها ونحن عارفينها الأمانة والعهود قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود